السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على فوائد نمزجة معلومات البناء. سنة افضل 18 سعين كان في سير جون اغان في تقريره سينكينج كونستركشن يعاد تفكير في البناء ان في بعض المبادئ واساليم الادارة ممكن نحن نقلها بنجاح من صناعة اخرى يعني. سنة السيارات مثلا كان فورد عمل شوية تطورات نقل لها للصناعات اخرى. لخدمة مطالب تسليم المشروع ريعة. ممكن نلأى اي حاجة نشوفها كويسة في اي سماعة اخرى لصناعة البناء وتشييد. لانها فعلا متأخرة اه مقارنة مسلا بالموبايلات مقارنة بالسيارات التطور اللي فيها اقل. اه واشار تقرير الى التكنولوجيا كاداة احدى المجالات التي نعرف فيها نعرف فيها التكنولوجيا الجديدة لتكون اداة مفيدة جدا في تصميم مباني مقوناتها. وفي تبادل معلومات التصمية في جميع انحاء فريق البناء. في فائد كثيرة جدا ممكن نحصل على من كده من حيث القضاء على مواد البناء المستهلكة او الموضرة واستخدام تكنولوجيا البن في النموذج الاول للمباني وخلال تبادل المعلومات بسرعة حولها تغييرات التصميم. وان بغى عادة التصميم على الكمبيوتر وليس على مواقع لا. ما سانش لما نبني اكتشف المشكلة ولا نغير لا ممكن نغير في الكمبيوتر هيوفر بكتير قوي. طيب احنا ممكن نحتاج البيم ليه اصلا? في تقرير صدر الفين وسبعة من سي ام اي اي ا اونر سيرفي الفين وخمسة او الفين وسبعة. بيقول ان تدين في المية من المشاريع ما بتلبيش المطلبات اللي عايزها المالك. ولا بتلبي ولا بتلبي الميزانية. نو سعين في المية من العملاء بيقولوا ان الرسومات الاوتوكاد غير كافية عشان واحد يفهم وعشان واحد يبدأ يشتغل بيها. سبعة وتلاتين في المية من المواد المتستخدمة في البناء بتبقى نفايات سبعة وتلاتين ده رقم كبير جدا. يعني بنتكلم سبعة وتلاتين في المية من تكلفة المشروع او يعني اكبر التكلفة المشروع بتترمي. عشرة في المية من تكلفة المشروع هو عادة بسبب اوامر التغيير. كل شوية اوامر تغيير اوامر تغيير. فتكلفة المشروع عشرة في المية منها تكلفة المشروع بسبب اه اه ما كوش متخيل الا اللي المصمم عايزه فبيختلفوا بعد كده فبيبدأوا يعدلوا بعد ما تبني المبنى. تمانية وتراتي في المهم بعثات الكربون هي من المبني وليس السيارات. عشان كده بنحاول نعمل آآ مودلينج ونبدأ نشوف آآ ازاي نقدر نوفر الكربون ونقدر نحاول نلبي مطلبات الساستان بالاتي من خلال المحكاة ببرامج البن. وفي دراسة اخرى عملناتها جامعة ستانفورد آآ على 32 مشروع داخل ما لايت إن هي لما طبقت البيم اتفادت 40% من التخيرات المفاجأة أثناء التنفيذ. آآ وصلت للدرجة الدقة في حساب التكلفة ل 97% وفاروا 80% من الوقت اللازم حساب التكلفة. وفاروا 10% من التكلفة الجميلية المشروع نتيجة تغيير اثناء العمل. قال لوا 70% من الوقت اللازم لتنفيذ المشروع. قال له كمية الموضارة في المشروع بريزبيل سوعة تتين في المية. وفي استبيان عملته مؤسسة ماكروجو ماكروجوهيل ان اربعة وسبعين في المية من استخدام البيم في اوروبا الغربية حصل على تاج جميع ملموسة على ساس مرتين. على تلك النماذج مقابل تتين في المية من استخدام البيم في امريكا الشمالية. ففي فواجد كتير جدا. طيب خلاني نسكر بعض الحاجات ان انت بيبعدك نموذج دقيق غني بالمعلومات. حل المشاكل اللي بتوقع كاثناء التصميم باش اثناء التنفيذ. سهول التعديل على النموذج وتحديثه والتعاون بين جميع الاقسام بطريقة افضل. الميكانيكا وكهربا ومعماري وانشاء كله. تجنب المشاكل اللي كانت تحدث مسبقا. الحصر الدقيق لجميع الاجزاء في المشروع. وده امر مهم جدا خاصة في المراحل المبكرة للمشروع. جدال البياء كميات بتعدل تلقائي. اول ما بتعدل بيانت نفسها. بنخفض تخريفة المشروع عشر في المية من تخريفة المشروع. تقليل الوقت اسناء التنفيذ. ما فيش حاجة بتعطل عشان فيه مشكلة حصلت فمنحول نفكر فيها فناخد لنا يوم الدلات التعطيل. اه تخصيص موارد اكثر فعالية وتقليل كمية المواد المهضرة في المشروع بالنسبة كبيرة جدا. اه توحيد ودمج المخططات في مخطط التصميم هو نفسه شوب دروينج نفس مخطط الاسبلت ما فيش تعدلات كبيرة. بساعة عملية السيونة بعد انتهي المشروع. اه ساحب المبنى ما بيشوف اللي كان ببقاش متخيل الشكل المبنى. انما لما بيكون بيم بيقدر تخيل ويقول تعدلات لو عايزها اثناء التصميم مش اثناء التنفيذة. تعدلات ساعة جدا انه بيتم مرة واحدة في نموذج وبنكس على كل حتة المبنى. بيعطي افضل حلول لتوفير الكهرباء في المبنى اصبح في الامكان ان احنا نخلي العملية شوف الحاجة سري دي وبالخماية وبكل حاجة حتى لو في دولة اخرى. فيه شركات كتيرة جدا مشاركات اساس شركات كهرباء شركات اه اللي بتعمل تكييف بتعمل كهرباء بتدينا بتاعة البم بحيث ندر نشغل بيها. اه متز جدا في الموضوع الربحية وتحسين الانتاجية. جودة العمل المنجز. كفاية انتاج العمل زيادة القدرة التنفسية زيادة القدرة على التعاون اللي بفتحها فرص عمل جديدة. تحسين فهم المشروع. تقليل معلومات تقليل خطأ البشري. لان بزيادة البم خلاص بيها فيه تصحيح تلقاء المشاكل ويقول لي على المشاكل هحلها. بيقدر تكلفة المستخراجة. التجامل بين نموزج التحليل والتصميم ونموزج البناء. ما بعملش موضل لوحده للتحليل ومفاصل عن اللوحة بتاعتي ولم تحصل تعديل اللي اضطر ان انا اجريع بسرعة عدلة الحاجة ديات. بناء المحاكاة للمراحل بناء المشروع. كشف الاشتباك اثناء التصميم وتجانب عادة العمل. مراجعة التصميم اسرع واسهل. تقليل الهادر لان معهد سنوات البناء في بريطانيا كان بيقول لنسبة النفايات والاعمال غير فعالة بحوالي 7-50% من تكلفة البناء والتشهيد. وبيقول ان التكلفة عدم موجود توفق بين برمجيات قطاع العمارة والهندسة والتشهيد ب15-18 مليار ضرار في جميع المجالات في السنوات السابقة. التعاون بين التخاصات المتعددة الوصول للنمازج والمعلومات في اي وقت القدرة على متابعة المخراجات. القدرة على البناء المعلومات في المنسج واحد. تقليل تكرار البيانات. سهل التواصل بين الموردين. تحسين اضافة المرافق. ولو احنا بخصينا كده ايه اكتر حاجات الناس بتستخدمها بتستخدم البناء عشان تعملها. بالله ان نسبة كبيرة جدا عشان تعمل. انها تعمل مراجعة على التصميم. انها تعمل تحكم في كل حاجات في المباني وتستخدمها في موضوع البيانينج. في ناس بيستخدمها في موضوع تحليل الارض نفسها. سايت اناليسيز. سايت اناليسيز. سايت اناليسيز. انانيشي اناليسيز. الكوست استيميشن. ولانه في فوق كتير ممكن نقول ان كل واحد بيهتم بعض الفوائد. يعني في واحد مثلا بيستباد بكل الفوائد بس في كم حاجات كده بيركز عليهم. المعماري بيركز على التصميم بدل من الرسم. بياخد معلومات صحيحة عن المساحات والحجوم وتقسيمها وتطلع مع تلقائي في الاسكادول. وبان هو يقدر يعمل زي جيمز يقدر يمشي في فوست المبنى. جيموف. وبيعمل ادارة للمشروع ويقدر يفهم كل الناس اللي معاه الفكرة بتاعته سواء انشائي او كاميرا ما كان لك. الانشائي بيبقى ممتزد جدا ان هو ياخد النموذج بشكل صحيح. وبدأ كما ياخد التلقائي ويبدأ يحل الغاز عشان يفهم شكل المبنى. آآ بيقدر يعمل تحليل للمبنى ويقدر ياخد الموديل المعمول دوت يدخله على احد البرامج بتاع التحليل الانشائي. وبيقدر ياخد الكميات بصورة قوية جدا. آآ بالنسبة للمبنى بيبقى ممتزد جدا ان هو عنده آآ الموديل يقدر يفهم منه ويقدر ياخد ويقدر يشوف سري دي. بيقدر يعرف حجم المشروع الايه. المجدار نقل الحرارة. المشكلة الازهالية اللي هي المسافة من السيرينج وهي السقف اللي فوقيه هتبقى ايه. آآ ما بقاش بالفلوتوكاد ان هو بيبدأ يحطها ولو في مسافة يقدر يزودها ويقللها. وبيقدر يوصل الكبل تريز يا معايز. بيقدر يشوف ازا انا عمل كاشات مع ايه مكانتين او لأ موضع كاشات ده مهم مقاول في الامي بي. بتقدر تعيز المشروع تقدر تاخد الموديل دو تعمله تحليل حراري او تحليل الهوى او سيف دي كل ده تقدر تعملوه. طيب بالنسبة للمقاول كونتراكتور. بيبعرف الموصفات اللي مطلوب منه انه هي نافزة في ارض الواقع. ايه اللي هو لازم يعمله? ايه الحاجات اللي مطلوب منه? ايه الحاجات اللي ممكن هيحتاج ان هو يركبها او يشيلها? زي مثلا السئلات والرفعات الحاجات دي التي بيعرفها ايه بالزبط اللي هو عايزها? بيعنده الكشف تقدير بالفلوس والمطلوبة سواء اللي قادر عاملها او المواد. جرد صحيح للمستوضعات. ايه ضرورة مع الجدول الزمني واعطاها تقرير افضل للمهانتسين. انا حسن السير اللي عمل في الممشروع. بالنسبة للعقارات البنمة بيديني معلومات ان انا اقدر اقدر حجم اه عمر المنشأة. اه البيانات كاملة عن الموقع والمساحة والحجم. اه اقدر ايه بيعنده مخطات اقدمة بشكل فوري للزبون. بالنسبة لدارة المنشأة طبعا فادي كبير جدا انهو مع المخططات ديت. فيقدر يدير المبنى بسهولة جدا. يقدر يوصله بالبرنامج بتاعته. ويقدر يوصله بحاجات الفسائلات المانجمنت. ويقدر يحكم في كل حاجة في المبنى. ويقدر يعمل له سيانة. ويقدر يخليه اا اكتف اول ما يلاقي مشكلة. تستطيع الوتوماتيك بيعامل السيانة ويجي هو يصلها. وبالنسبة للمصنعين انهو بقى فيه جهزة فيها كل المعلومات بيقدر يديها للمصمم عشان يقدر يختارها مزبوط ويقدر يخلي التصميم بتاعه متوافق مع المنتج بتاعه. فبدل ما هو بيدي له كتوجات كتير. لا ده هي حتي الفامل صغيرة فيها كل المعلومات اللي هو عايزها وتتوصل وتبقى فعالة مع المنتج كله. وبقى فيها الابعاد والسعر واسم المصنع وطاريخ التصميمة وتكلفة الشحن وما يلا زلك.